البداية بقى بالنادي الاهلي طبعا الاهلي حيواصل النهاردة ان شاء الله استعداداته لمواجهة فريق أسوان في الدوري عندهم ماتش مهم بكرا ان شاء الله خاد لعيبة النادي الاهلي اللي شاركه بشكل أساسي في لقاء الهلال السوداني خاده تدريبات استشفائية امبارح بينما خاد باقي اللعبين تدريبات متنوعة وكمان خاد حراس المرمى تدريبات قوية مع ميشيل يانكن المدرس حراس المرمى الاهلي بيطوي صفحة دوري ابطال افريقيا بشكل مؤقت عشان يركز على مباراته اللي جاي ان شاء الله امام أسوان اكيد هتكون ضمن منافسات الدوري العام واللي لم ياخد فيها النادي الاهلي اي مباراة منذ مواجهة البنك الاهلي من حوالي 3 اسابيع كولر وجه اللعيبة لضرورة غلق صفحة الهلال بكل ما فيها من ايجابيات وسلبيات وان التركيز يكون فقط على تحقيق الفوز امام أسوان من اجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري العام اللي ابتدت تشهد منافسة جادة جدا في الفترة الاخيرة واحنا الحقيقة يهمنا جدا كاهلوية ان احنا نفضل محافظين على الفرق ده نفضل متصدرين ونفضل بعاد عن أقرب المنافسين لنا وهو طبعا بيرامدس في الحالة دي